موسيقى موسيقى افتح معالف إبراهيم مين أنا يوسف موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 جاهل. عشان ما بيعرفش يجرى ولا اكتب. ايوه. انت بتعرف? لا. ابو ناس حاج. نعم يا روسف. ما تجرى لي حاجة يا ابو ناس حاجة. خاضر يا يوسف. اجرى لك حاجة من سفر التكوين. ايوه. شوف الاصحاح التالت بيقول ايه? فجالت الحية للمرأة لن تموت. بل الله عالم انه يوم ان تأكلان منه تتفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل. وانها بهجة للعيون. وان الشجرة شهية للنظر. فاخذت من سمارها واكلت. واعطت ترجلها معها فاكل. فانفتحت اعينهما. وعلم انهما عريانان. وخاطى اوراق التين. وصنع لانفسهما مآذر. ابو ناس حاج. نعم. هو ادم ما كانش يعرف انه عريان. لا. وحاجات كتير الانسان بيبقى عاوز يعرفها. لكن ربنا بيعميه عنها. لانه بيحبه. ولو البني ادم اصر انه يعرفها. همونه بتزيد يا يوسف. يعني هو ربنا لما بيحوش حاجة عن البني ادم. بتبقى المصلحته? اه طبعا. يعني لو ربنا انا عنيك عن الخطيئة. يبقى بيحميك من شهوة النظر. بس انت بتشوف يا يوسف. كيف? زمان واحنا عيال لما كنا نروح الكنيسة. كانوا جلولنا غمضوا عنيكم وانت بتصلوا. عشان تشوف يا ربنا. او انت شايف ربنا على طول يا يوسف. وشايف جدسك كمان. واقدر اوصفك. طب اوصفني كده? اه انت جدسك اه اه لانت طويل ولا لك صير. اه. واجنك طويلة حبتين. اه. وبيضة. صح. يقول نسحاك. نعم. انت بيضاني. صحيح. الواحد ما يخافش الا من عمل جلب. يلا يوسف تقولي معايا. طوبة للرجل. طوبة للرجل. الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. يعني ايه طوبة? طوبة يعني يا بخدو. يا هناء. ايه. يلا. كمل معايا. مه. الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. يعني منافقين. منافقين يعني بوشيه. في الوش مراي وفي الجفس اللاي. يا سيد رستراني. يلا. جول معايا وبطل اسئلة. عم. وفي طريق الخطاه لم يجف. وفي طريق الخطاه لم يجف. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. اه. ما ترد يا يوسف سكت ليه. يا عالم يا يوسف يا ولدي. دي حاجات صعبة جوي ومش هتفهمها. بسطها لي. بسطها لي يا معلمي. دلوقت انا عايز اعرف ربنا واحد ولا تلاتة. لا. ربنا واحد طبعا. مين جالك ده. محدش جالك كلام ده. طيب كيف تسليس وتوحيد في نفس الوقت. شوف يا يوسف يا ولدي. ما بشوفش يا معلمي. طب اسمعي يا يوسف. يا ردي مجدور عليها دي. دمك كفيف يا ولدي. شوف يا يوسف. يا يوسف. ربنا واحد طبعا. ملوش لا تاني ولا تانت. واحنا لما بنذكر اسم الله بنذكر ثلاث صفات من صفاته الكتيرة جوي. قل لي كيف. كيف يعني. يعني بنقول بسم الاب والاب والابن والروح القدس. الاله الواحد امين. بنيجي بعد الثلاث صفات الاولانيين. ونقول الاله الواحد امين. وعلى فكرة يوسف. في حاجات كتيرة جوي. لها ثلاث صفات. انما هي حاجة واحدة. زي الشمس مثلا. قل لي يا يوسف. هي الشمس. حاجة واحدة ولا تلاتة. الشمس واحد. لا غلق. يبقى تلاتة. غلق برضى. طيب ايه طيب. الاتنين في بعض. كيف طيب. تلاتة واحد. التسليس والتوحيد. قل لي كيف. كيف. جرس الشمس اللي بليان نار اللي عمرك ما شفته ولا حتشوفه. ادي واحد. ايه واحد. ونور الشمس اللي عينور العالم ده كله. ايوه. ادي اتنين. اتنين. وحرارة الشمس اللي عتلسع فيك طول اليوم. ادي تلاتة. ايه وات. يبقى تلاتة في واحد. تلاتة في واحد. ايوه. انت كمان يا ديها يوسف تلاتة في بعض. قل لي ازاي. انا تلاتة في بعض. كيف يعني. يعني جسمك التخين ده ادي واحد ونفسك وروحك يبقى ثلاثة في واحد قلهم بقى كده جسم التخين وروحي ونفسي اه ثلاثة في واحد بس انت واحد يعني لما يجي ابونا اصحابي ينديلك يقولك تعال يادي يا يوسف ولا تعالوا يا بلادي يا يوسف هيقولي تعال يادي يا يوسف اه ربنا بقى كده ربنا هو ابو كل المخلوجات اللي على الارض دي هو الآب هو اعلى من كل المخلوجات دي هو العقل والحكمة والنضب هو الاب هو الحي الروح القدس اللي بيدي الحياة لكل المخلوجات دي الاب والاب والاب والروح القدس ثلاثة في واحد يد يا يوسف هو انا يد مش حفظتك الجدول الضرب ايه يوه تب قولي بقى واحد في واحد في واحد يبجو كام واحد في واحد في واحد فهمت يا يوسف ايه يوه فهمت خد ايه امسك يد الصليب دي اه اه ماشي امسكتو اه مسكتو جل بقى ايه الصليب دي ليه كم طرف اه واحد اثنين ثلاثة كويس او ليه كم يد يد واحدة هي حلو جوه يبجو تلاتة في واحد هي واحد ثلاثة في واحد ايه ايه عملك الله واحد ولا تلاتة واحد طبعا يا يوسف طب واحد في واحد في واحد في كام بواحد طبعا يا يوسف بس انت جيبت الكلام ده منين جريتو جريتو كيف معلم إبراهيم جرهولي معلم إبراهيم جرهولك والمعلم إبراهيم بيارف يجره قال لي بالحج أبونا سحاج فيه نزل المينيا وأسيوت يلمي شوية تبرعات عشان مباني الدير ربنا يجيبه بالسلامة أبونا عمالك ما تجرى لي حاجة أجرى لك كيف وأنا مفيش فيها الدكتاب أحكيه لحكاية طيب أحكيه لك حكاية أحكيه لك حكاية واحد اسمه يوسف اسمه على اسمك اللي هو يوسف الصديق وليه سموه يوسف الصديق طيب عشان عفته وطهرته يا ولدي ده كانوا بيسموه يوسف العفيف ايوه والخطيئة بالنسباله كانت حتسبب رضى الناس عنه يعني زي ما تقول كده ترجية يعني ايوه ترجية كيف يعني دي حكاية ابتدت لما بني عجوب اتجوز من بنت خاله رحيل عشان كان بيحبها اشتغل عشانها سنين كثيرة وقبلها اتجوز لئة أختها وجاريتين كمان ايوه وخلف منهم عيال كثير اوي لكن تفتكر كمين اكتر عيال بيحبهم ايوه ولاد رحيل يوسف واخوه بن يمين الصغير لا ده انت بجيت عن دورة يوسف ايه رأي يا البابا انا حدي لك الكفاءة الكفاءة؟ الكفاءة مرة واحدة؟ هم يعني اللي عياخدوا الكفاءة عايزيدوا عنك ايه؟ لا يزيدوا يزيدوا عني انهم دخلوا المدرسة طب ايه رأي يا البابا انا بدي لك حاجات محدش خدها في المدرسة ايه بس المدرسة كان فيها ناظر ايه من ابردك ناظر الكنيسة زي ناظر المدرسة بس يا معلمي يعني اللي راحوا المدرسة كانوا عايشوفه اهه ليه؟ هي اسمها الكفاءة ولا الكفافة؟ اما انت عليك كلام ياديا يوسف يلا يلا قولي معايا لحنا التلف بدي حاضر ايه يلا بتدي حاضر رأت حاضر رَتِّلُوا لِلَّذِي صُلِبَ عَنَّا وَقُبِيرُ وَقَمْ وَأَبْطَالِ الْمُوتِ وَأَهَلُهُ سَبِّحُوهُ وَزِدُوهُ عُلُوهُ رَتِّلُوا لِلَّذِي صُلِبَ عَنَّا وَقُبِيرُ وَقَمْ وَأَبْطَالِ الْمُوتِ وَأَهَلُوا سَبِّحُوهُ وَزِدُوهُ عُلُوهُ موسيقى 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 بابو ناس حاج انا هلزا اجعد معاكم على طول ما انت جاعد معنا على طوله هو يا يوسف انا عاوز اسيب الزورة واجعد هناه في الدير على طول اخاف عليك يا ولدي من عيشة الرهبن عيشة الرهبن عيشة صعبة وان كانت صعبة في اي دير جارات يبقى هنا 24 جارات ابو الأسحاب رهبيني يا ابونا الرهبن مش حاجة سهلة يا يوسف الرهبن لها شروط انا عارف الشروط دي شرط دراسة الكتاب المجدس وحفظ الالحان والتزبح وديه انا موفيه حتى اسأل المعلم ابراهيم عني لا الرهبن لها شروط تانية يا يوسف ايه هي تلت حاجة الفجر والطاعة والعفة وانا موافج عالطلت شروط ان كان عالفج ادي جدسك شايف ان كان عالطاعة انا من يدك دي ليدك دي ان كان عالعفة ربنا يجدرني وحافظ عليها الحد ما يحطوني في الجبر اه جلت ايه ابونا شحاجة برضا خاف عليك يا ولدي عارف شوية البوس اللي احنا بملمهم احنا عيشتنا في الانبا صمير ما تختلفش عنهم لو مرت عليهم غيمة ومطرت حيطروا واحدة ولو فتاتهم العطش حيموتهم احنا المدد بيجيلنا مرة كل شهر ويمكن اتعد شهور ما نلاديش بالا حناشة خليك في بلدك لسة الاوان مقايش جرعيات يا يوسف شكلك مش عجبني خاص شكلك متغير على الاخر ايه بلك صرحان ليه يا يوسف ها على فكرة انا عارف مروحك الدير كتير خلاص نساك الزورة واهل الزورة ها ايه يوسف لا معلمي انا عمري مقدر انساك ابدا اها اول ما بتسمحش الكلام ليه يا يوسف انا طول عمري بسمع كلامك امعلمي لا الطاعة دي ما عايزهاكش انا عاوز الطاعة العمياء حتى دي كمان عاوزها عمياء ايوا دي يا اخي صوتك بحك اهو ههههه عارف يا يوسف انا خلاص اتعودت على يدك كل يوم الصبح تخبط على مامي بس انا خلاص حسس ان دوري انتهى بأنا حفستك كلا حاجة عندي بس اه مش قادر استغنى عنك عارف يا يوسف انا حفظت عمم كبيرة جوي في الكنيسة جسوسة وأسكفة ومطارنا كبار جوي وما ليه كانوا ييجوا يقعدوا مطرحك هنا ويتعلموا مني كانوا لما ييجوا يقعدوا مكانك يدوه تعدي كم سنة أو يكبروا وبعدين تفوت السنين وجابلهم أبقى فرحاني بزرعتي زرعة اللي كبرت ونورت واجري أحب على يدهم رغم أنهم ولادي بس لا الرتب ليه أحترامها برضه هيهم ليه بس انت يا يوسف حاجة تانية خالص انت يا يوسف ولدي اللي ما خلفتوش انت عكازي يا يوسف رغم أن حالك من حالك جضيت عندي سنين من عمري ضيف بس كنت ضيف خفيف جوي بس انت برضو أقول لك مركزك ووضعك أحب على يدك يا ولد ما تسنين العفو يا معلمي 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 جريه جريه ولا جريه لا لا هنعيطه زي العيال الصغيرة ولا ايه يلا فاكر اول درس قلته لك يلا قول وراي توت بابا هاتور قول قولي معاي توت بابا هاتور توت بابا هاتور كياء طوبة مشير كياء طوبة مشير توت بابا هاتور طوبة مشير كياء برامهات براموتة بشان توت بابا هاتور ابونا سحاج ايها يوسف يا والد مش جدسك بتحبني وبتعزني طبعا يا يوسف طيب راه بني عشان اقعد معاكم في الدير على طول لازم نبعث الاهلك الاول وانشورهم لحسن يقوله خدناك غصبة عنهم يا يوسف يا بونا سحاج الكتاب بيقول اللي كامل السن يسألوه عن نفسه يعني ربنا هيحاسبنا ناوي ديننا هم اهلي هيندانوا عني يعني بردك لازم نبعث العمك الكبير وانشوره واللي فيه خير يجدم وربنا باجا قلت يا ام جدس راسجاله وده اخوك عايز يطرابل وانت عم الكبير والرأي والمشورة لي شوف يا بونا سحاج يوسف ولدنا جاعد معاكم كد ما جاعد معنا يعني انتم ليكم فيه زينا واكتر لحنا لينا فيه ولانتوا ليكم فيه ربنا اللي ليه فيه كل حاجة مفيش بعد يقول لك يا جدس ابونا راه بنو يبنا خلاص وانت يوسف مش عايز تقول حاجة يا ربي انت اللي ليك النص والتلتين والدل والتلتة اربع والربع قالني يا بونا ابونا عبد الملك تاخد يوسف والطرابنه انا تحت امر قدسك وحتسمي ايه عاك يوسف نعمة ربنا عليه وشكله كده هيطلع صياد للناس يبقى هتسمي بطرس لا اخو اندراوس مرة واحدة يريتك تبقى جد الاسم الطاهر ده ابونا عبد الملك بيقول ان انت صياد للناس وانت متقدرش تشوف جدامك شبر واحد يا منور شفاعتك يا طارق يا بطول امسك بيدي في طريق الضزمة دي يا بصمويد كون معاي في طريق الغربة لانت استحملت الاهانات علشان ما يتغيرش حرف من كلام ربنا كون معاي في طريق الغربة دي ما انت عديت فيه جابلي اهلا اندراوس يا ولدي اعرفك بالاباء اللي هو وجودين هنا في الدير هموا واقفين ولا قاعدين اه واضع تفرج معاك فيه علشان لو واقفين احب علديهم لو قاعدين لو قاعدين اقعد عند رفليهم هموا واقفين ام ابونا دومديس العلواني وكيل الدير سلام ونعمة يا أبي سلام ونعمة يا ولدي أبونا لوقة الدهشوري سلام ونعمة يا أبي السلام ونعمة يا أبي وأبونا أبراهيم الفشاوي سلام ونعمة يا أبي وأبونا شنودة سلام ونعمة يا أبي نوزع الشغل بقى أبونا عبد الملك وأبونا لوقة وأبونا شنودة عينجر الحجارة أبونا أبراهيم واني عرص الحجارة جنب السور طب وأنا هعمل إيه طيب من كبت كبت الشجاة بمحبّن ابن ديار رغم الظلم مش نجاة ساكن في جلبي نهار من كبت كبت الشجاة بمحبّن ابن ديار رغم الظلم مش نجاة ساكن في جلبي نهار كفك على كفي تساعدني وتكفي وتهون حمول كدفي لما انت بتوفي كفك على كفي تساعدني وتكفي وتهون حمول كدفي لما انت بتوفي عجزي مهوش في البصر ولا عمره كان لحصار العجز في كلوب بشر لما يجب بخضار عجزي مهوش في البصر ولا عمره كان لحصار العجز في كلوب بشر لما يجب بخضار من كبت كبت الشجاة بمحباني من ديار رغم الضلم مش نجاة ساكن في جلبي نبار كفك على كفي تساعدني وتكفي كفك على كفي تساعدني وتكفي اعمليها يا ربي في مشكلة المية دي تكسو داني مية ابونا سحاك المية اللي بتيجي من الارض ولا المية اللي بتيجي من جيوب الناس المية اللي بتيجي من الارض من جلب الصخر عمرها متقطع ايوه روت اجيال واجيال جابلينا وهي زي ما هي صافية وبتكفي اننا اللي بقى حجر بجد جلوب الناس ايوه شوف انا لفيت كام مديرية وكام مركز وكام كفر وكام نجا عمري ما لجيت جلب طيب وطاهر وبيبدي حجيجي الا الانبى ابرام الله ينايح روح يا ابونا سحاك انت رحت الفيوم رحت وجابلت وشوفت واسمعت صوتة زي ما انا شايفك بالوقت والولا كده كنت فكرت ان انا جابلت واحد من الملايكة ايوه يا ابونا اندراوس تعالى بسرعة جون يا ابونا اندراوس انت بتتعب طول النهار غوح عن نفسك يا جون اعمل ايه الرهبان جاعدين بيعملوا مسرحية مسرحية اشتركوا في القناة